اشتركوا في القناة واعتقالي وابلغوني انهم سوف يقومون بترحيلي الى السجن ربما او الى القاضي حتى يحكم في قضيتي الان انا رفضت ان اوقع على قرار الاعتقال قلت لهم لا اوقع على اي شيء الا ان يصل المحامية في محام من المحامين وصل الان لم اتكلم معه بعد ولكن سأتوصل وان شاء الله الامور تكون بسيطة وتنتهي القضية على خير لان ليس من المعقول ان دولة مثل المانية تدعم النظام الدكتاتوري في مصر وتقبل منه طلبات مثل هذه الطلبات في الوقت الذي برأني الانتربول قبل ذلك في هذه الوسيقى من كل طلب للاعتقال تقلت منه tho تقلت منه sprائزة